الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مقام سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين سبحان من أفاض الرحمة على قلوب كثير من عباده حتى صاروا ينسكبون رحمة على كل الناس وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فإنها مرأة بغي من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يكاد يأكل الثرى من العطش فقالت إن الذي أصابه من شدة العطش وما أصابني فاستشعرت ما يحسه الآن فنزلت إلى بئر ونزعت خفها وملأته ماء فسقته فشكر الله لها وغفرها لها وأدخلها الجنة وانظر إلى صنيعها من قبل أن ترحم الكلب وانظر بعد أن رحمت هذه النفس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذي كبد الرطبة أجر رحمها الله وفي حديث رجل وإن بعض القلوب عياذا بالله كما كأنها قدت والعياذ بالله بالصخر هذا حديث صحيح فلا هي إذ حبستها أطعمتها ولا هي أطلقت صراحها لتأكل من خشاش الأرض فعذبها الله تعالى في هرة لا تنظر إلى أن الهرة في ميزان الله تعالى ليس شيئا كبيرا لا القضية قضية قسوة القلب التي تصدر منها هذه والعياذ بالله التصرفات المشينة المنافية للإنسانية المنافية للرحمة لماذا تقول هذا أقول هذا لأن قصة كنزة وما وقع لها والشعب المغربي كله أصبح يعرف قصتها بالكامل أردت ذاكرتي إلى أيام خلت في مدينة وجدة حيث كنت أخطب حول عاملة من عاملات البيوت لأن البعض لا يريد أن يسميها الخادمة يعني عاملة من العاملات والخدمة والعمل ليس عياذا بالله عيب وإنما هو شرف المؤمن هو شرف فالذي يأكل من عرق جبينه هو أفضل ما يسترزق الإنسان والرزق الذي يطلبه هو أن تأكل من عرق جبينك وكان داود يأكل من عرق جبينه كما ورد في الحديث إذن هذه الفتاة كنزة ردت ذاكرتي إلى ما وقع في مدينة وجدة سنوات انخلت وخطبت في ذلك حول ما تعرضت له إحدى الفتيات في المغرب العاملات في البيوت وتحدثت عن ذلك كثيرا واليوم نصبح على هذا الحدث يا الله لا إله إن الله محمد رسول الله نقرأ عليكم ببعض يعني مثلا هذا موقع هيبا بريس وكل المواقع كتبت قال اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال اليومين الأخيرين بالضبط ثلاثة ولا أربع على وقع قصة فتاة تعرضت لأبشأ أنواع التعذيب والاستغلال من طرف مشغيلها الشابة كنزة ابنة القرية التي اختارت العمل كمساعدة كمساعدة بالبيوت لمساعدة والدتها بعد وفاة والدها أي يتيمة يعني كاليوتم ورحمة اليتيم معروف أن تمسح على رأس اليتيم كما ورد في حديث رسول الله عليه وسلم يكتب لك الله تعالى من الحسنات بعدد شعار رأسه يا الله لا حول ولا قوة سعيد الله بالله العظيم قبل أن تقودها استضفت إلى العمل لدى عائلة ضواحي مدينة الدار البيضاء كشفت كنزة في تصريحاتها أنها اشتغلت لدى العائلة المذكورة من شهر يناير الماضي يعني تقريب وش حال دروك يعني سبع شهور مشيرة إلا أن صاحبة المنزل تدعي أنها كذا كما أنها تدعي بأن زوجها مسؤول في جهاز كذا وبنبرة يغلب عليها إحساس الخوف والظلم حكت كنزة عن تعرضه لأبشع انواع الاستغلال والتعذيب من ضرب وإهانة مضيفة لأن مشغيلاتها كانت تتعمد تعرضها للاعتداء الجسدي والنفس باستمرار بالضرب وقص شعرها حرمانها من النوم إجبارها على القيم بها منزلية صعبة وبشكل متواصل وأضافت كنزة أن صاحبة المنزل كانت تحرمها من الخروج غارج المنزل كما كانت تتعمد حرمانها من راتبها الشري باستمرار لا حولا ولا قوة سهل الله بالله العظيم وأكدت أنها استغلت أول فرصة للهروب من معتقل مشغلتها حيث تعاني إلى حدود الساعة من جروح وإصابات متفاوتة الخطورة استدعت نقلها إلى مسحة خاصة لخضوعها لتدخل جراح مستعجل لا إله إلا الله هذا الخبر الآن الذي يروج في مواقع التواصل الاجتماعي كنت أتابع بإذن الله تبارك وتعالي القضية عبر الوسائط الاجتماعية وعبر ما قيل في هذا الأمر أولا هي استغلت كما قال المقال وما ورد في المقال خروجها تحت أمر مشغلتها بإخراج النفايات المنزلية خارج البيت ووضعها في قمامة في سلة القمامة فاستغلت أول خروج لها من البيت لكي تفر فيقودها القدر لطمطط سيارة وصاحب السيارة سائق الطاكسي سمع هذه الفتاة وقد سألتها التي كانت قد سبقتها إلى الطاكسي عن الحالة التي تراها رأتها عليها فبدأت تحكي وتبكي ما تعرضت له طوال الأشهر السبعة وأنها إنما خرجت من هذا البيت أخيرا لتنفيذ مهمة مشغلتها في الخارج لتجدها فرصة لكي تستنشق الهواء الطلق خارج هذا البيت الذي كان يعتبر بمثابة السجن فلما سمع جيدا أخذها إلى مكان ثم بعد ذلك إلى الأمن أو ثم بعد ذلك ما الذي حدث حاول بإذن الله تبارك وتعالى أن يشيع خبرها عبر الوسائت فقام بهذا العمل البطولي فجزاه الله خيرا ولقي عمله استحسانا كبيرا وقرأت الكثير من هذه التعاليق كلها تدعو له بالخير لأن الذي يسدي معروفا لأي إنسان خاصة كالتي يعيشه مثل تلك الحالة التي عشتها تلك الفتاة له عمل بطولي وعمل جليل ثقيل في الميزان فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كربة يوم الخيامة فجزاه الله خيرا وهذا مثال الشاب المؤمن المتدين الذي يهرع لنجدة الملهوف ونجدة الملهوف من أعظم العبادات إغاثة الملهوف من أعظم العبادات من أثقلها في ميزان الله فجزاك الله خيرا يا سائق الطاكسي ورفع الله قدرك وأراك الله الخير كله وبشرك بما تحب لا إله بعد ذلك أخذت إلى إحدى هذه المصحات والذي يثلج الصدر وأنا أستمع إلى أحد الأطباء العاملين في المصحة تحدث بشكل يعني يعني لقد يعني تحدث عن الحالة باستفسار أو لبيتبيان واضح وأنا أقول لكم ماذا قال الطبيب يعني انظروا إلى هذه الهمجية والوحشية قال نبدأ قالهم إن شاء الله تبارك وتعالى بالرأس فقال فروة الرأس كلها مضروبة فروة عن رأس يا الله ثم هناك كسر في الدماغ الأيسر إلا أن الله تعالى سلم ولم يصل ذلك الكسر إلى المخ وإلا بلطف الله كانت في حالة لا تحسد عليها ثم هناك ضربة في الأذن يعني هناك دم ثم هناك كسر في العظم هذا الأفق في أعلى الأنف ثم هناك كسر في الساعد ثم هناك لا حل ولا قوة إلا بالله كسر في القفص الصدري من جهة اليسار وقال بفضل الله وسبحانه عز وجل بلطفه لم تصب تلك العظام للقفص الصدري بكسر الرأة وإلا كانت الرأة قد انفجرت لا إله ثم هناك كسر عظم في الجمجبة أوبو بو 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 قال لكم الحمد لله هذا لم يؤثر فلو أنها وصلت إلى النخاع الشبكي لا أصيبت بالشلل ثم هناك فقريات الظهر مكسرة لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الطبيب والآن كنا نقيم حالتها فكان لابد من أن تكون هناك أولويات في العلاج فلم نجد شيئا يهدد حياتها ولكن كان من أولى الأولويات هو أن نقوم بتأهيلها نفسيا فتصلنا بطبيبة نفسانية وقامت باللازم وقيل لأنها اطمأنت عندنا ووجدت نفسها في أحوال وفي بيئة يعني تمتص ذلك الخوف الذي كانت تشعره في ذلك البيت فنامت نوما عميق لا إله إلا الله محمد الرسول دون أن تعطى لها أي أدوية لا إله إلا الله هذا من الناحية الصحية ومن ناحية آثار هذا التعذيب كما ذكره الدكتور ثانيا لقد تعرضت لتعنيف النفس وبدني ولأشكال متنوعة من تعذيب لا حل ولا قوة حتى قالت إحدى الصحفيات إذا كانت صاحبة هذا المنزل المشغلة غير مقتنعة بعمل هذه كانت تسرحها وتأتي بأخرى لا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية ثم بعد التأهيل النفسي قال سنبدأ بأول عملية وهي عملية القيام بعملية جبر هذا الكسر في الساعد هي أول عملية لا إله إلا الله محمد رسول الله على كل حال ثالثا هذه القضية أظهرت المعدن الطيب للشعب المغربي في الداخل وفي الخارج فرأينا إحسانا يا كسر في المغرب كله إلى الدرجة التي ذكر فيها الدكتور أن هناك دكتور بأمستردام هو الآخر أعرب عن نيته وعزمه على أن يقوم بالواجب من أجل بإذن الله تبارك وتعالى ربما تحمل النفقات كما كان يفعل سابقا على لسان نفس الدكتور هناك إن شاء الله تبارك وتعالى هذا النوع أيضا من التأييد الكبير من الشعب المغربي كله وكلهم يسألون ما إذا كانوا يجدون هناك حسابا يقدمون فيه الدعم لهذه التي فعلا أثرت بشكل كبير على المجتمع المغربي كله ثالثا جزى الله خيرا المنابر الإعلامية التي قامت بواجبها وأكثر من واجبها حينما عرضت للموضوع وأشاعته على أوسع نطاق فأصبحت قضية رأي عام وطني بدون منازع لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله والذي أثارني في إحدى الروبورتاجات والله الأمر عجيب عجيب هذه سبحان الله كنت أسمع تقوم بتسجيل تفرض عليها أن تسجل شيئا لم تفعله زيل وتأخذ التسجيلة عندها هذا على لساني كنزة وتقول هذه الموضوعات تقولها بحال شمثل تقول تسجل علي باللي خسني نقولها ده بتسجيل بأن أنا كنت دي المسم في الماكلة وقتلها وانتي وش قاتلهم هي التي تطبخ وهي الأولى ثانيا أغلب الماكل إنما يؤتى من خارج البيت يعني سبحان الله والله إن هذا الأمر عجيب يا سيدي يعني أنا استغربت في هذه المسألة إلى الدرجة التي تسألت أفعلا يوجد أمثال هؤلاء البشر يعيشون معنا أنت ما عندك الأولاد هذه رهبنتك يتيمة أنا وكافل اليتيم كهذين في الجنة فمن أراد اختصار الطريق إلى الجنة ورفقة الحبيب في واسع الجنات فإن من العمال التي تبلغ كذلك هو الرحمة باليتيم ألم يقول الله تعالى سبحانه عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر يرطف 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 وقال تعالى أريك الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الذي يقهر اليتيم هو إنسان لا يؤمن بيوم الدين حقيقة حتى ولو انساب على لسانها أنه يؤمن باليوم القيامة لأن الذي يؤمن بيوم الدين لا يمكن أن يكون قاسر على من لا يجد من ينصره ففي الحديث القدسي اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصر غيري لا إله إلا الله محمد رسول الله سأعلق ببعض الكلمات الشرعية إن شاء الله تبارك متى أولا يقول عليه الصلاة الظلم ظلمات يوم القيامة واشتد غضب الله على من ظلم من لم يجد ناصر غيره الظلم لا ظلمات ولكن اشتد غضب الله على من يظلم الضعيف الذي لا يجد من يسنوده ولا من يعينه ولا من يقف إلى جانبه ولا من يسعفه يا الله وعن أي ظلم نتحدث الأجر التي لا تأخذها السجن الذي يمارس عليها في البيت عدم النوم التعذيب النفسي التعذيب البدني تسجيل هذه هذه تسجيلات يعني سبحان الله سبحان الله الأمر يحتاج إلى فعلا 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 يحتاج الأمر إلى تحريك المصطرة القانونية للاستماع إلى هؤلاء والله إن الأمر فعلا فعلا فأمر عجيب ثانيا المطلوب بإذن الله تبارك وتعالى الرحمة بهؤلاء الضعاف قال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وتجبرون وتنزقون بضعفائكم كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج للغزو أو للصفر يجمع الضعاف واليتام والأرامل والعجزة ويسألهم الدعاء الله الله بالله إنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يا رب يا رب يا رب يا رب ثالثا إن من أخلاق الإسلام أن يحسن الإنسان إلى هؤلاء كيف يحسن إليه كان عبد الرحمن بن وعوف رضي الله وتعالى عنده عنده الخدم من ينشوفهم على الخدم كنت تقول لا تميز بين خدمه يأكل معهم يشرب معهم يمشي معهم حتى لا تستطيع أن تميز بينه وبينهم وهو الثري المعروف حتى قيل فيه عبد الرحمن بن وعوف من إكرام الله له في الرزق كان لا يقلب صخرة إلا وجد تحتها رزق ومع ذلك سبحان الله عاش متواضعا يختلط بالضعاف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا إنسان لماذا يتكبر الكبر هو خلق الشيطان به أخرجه الله من رحمته ومن كان في قلبي مثقال وذرة من كبر دخل النار يا أخوتنا ولو صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم إن الله لا يحب المستكبرين بيس مثوى المتكبرين نحونا ولا قوة إلا بالله العظيم رابعا كان أبو مسعود البدري هذا أبو مسعود أنصاري من أهل بدر وسيدنا الميسل عصب يقول لعل الله اطلع على أهل بدري فقال أعملوا ما شيت فإني قد غفرت لكم هذا أبو مسعود البدري ما الذي كان يفعل ما الذي كان يفعل كان يجلد خادما عنده ربما فعل شيئا لم يستحسنه فبدأ يجلده فرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو مسعود فنظر فلشدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه يجلده سقط الصوت من يده فقال يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله هو حر لوجه الله أعتدلون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بدر قال أما إنك لو لم تعتقه للفحتك النار يوم القيامة أبو من سعود البدري أما إنك لو لم تعتقه ولو لم تفعل ما فعلت للفحتك النار يوم القيامة يا ربي يا ربي واحد المرأة واحد الصحابي عنده الخدامة بالزعف قالوا يا رسول الله فعل المجلس مع الصحابة استمعوا مزيلا قالوا يا رسول الله هذا أولاء الخدم يسرقونني ولا الزعف سأضربهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ستؤتى يوم القيامة ويؤتى باش بما سرقوا لك فيوضعوا في كفة حسناتك ويؤتى بظلمك أيهم وضربهم فيوضعوا في كفة سيئاتك فإن رجحت كفة حسناتك هنيئا لك وإن رجحت كفة سيئاتك فهتف الرجل يبكي يبكي بين يده رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام ألم تقرأ قوله تعالى ونضعوا الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلموا نفسهم شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين قالوا هم أحرار لوجه الله يا رسول الله الناس كانت تعرف هذا القدر دير للناس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خامسا حتى أنتم ما عندكم الولاد ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلع والذنب لا ينسى والديان لا يموت يعمل ما شيء كما تدين وتدان احنا عندنا واحد مثالك يقول دعوت الذبجي في جراه لماذا تجلب عياذا بالله لأولادك ما هم براءة منه لماذا تحمل أولادك جريرة قبيح صنعك لماذا لما رأس يدرب في القرقانك يقول وكان أبوهما صالحا يعني صلاح الجد السابع عاد بالبركة على الأولاد وحينما يكون الوالد والعياذ بالله أولى الوالدة ظالمان يكونان ظالمين لأولاد الناس أولادك انت البر لا يبلع والذنب لا ينسى والديان لا يموت يعمل ماجهد كما تدين وتدان هذا ديل لا حول ولا غير سادسا أين الخوف من الله بالنسبة للمسلم يعني الإنسان ما بقىش فيه يخوف الله تبارك وتعالى والله أخوت هنا كين سرق الزيت سرق الزيت طعنوا سرق الزيت احنا عندنا في الشرق أقول لا حشرة يجدها إنسان مقلوبه على ظهرها ما تبغيش نور والله يقف الدرجة دياله أقول لي فوت عليها فلا يطمئن حتى يعيدها للحالة الطبيعية لكي تستأنفى مسيرها أيض رحمة هاد وكين لله يحفظه يعدم ويظلم أحنا غير تشوفه في غزة هاي بطلة انظر ماذا يفعلون في غزة لكي يقول سيد ربي سبحانه وزوجل قصد قلوبكم فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار وإن منها لما يشقق في خجو منه الماء وإن منها لما يهبط من الخشية لله لا إله وسادسا أختم بهذا الحديث حديث رسول الله عليه وسلم يقول قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس نسأل الله تعالى سبحانه وعز وجل أن يعجل بشفاء ابنتنا كنزة وأن يرحم أباها وأن يصبر أمها وإخوانها واجهز الله خيرا السائق والطبيب وجميع من تفاعل خيرا مع هذه مع بنتنا جميعا فأجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم صلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله يا رب العالمين شكرا